شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجية التعبوية التخصصية للهيئات والإدارات بالقوات المسلحة عمر 7 والذي استمر لعدة أيام في إطار خطة التدريب الاستراتيجي التعبوي للهيئات والإدارات وذلك بحضور الفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وألقى اللواء أركان حرب أحمد الصيفي رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة كلمة أشار فيها إلى الدعم الكامل والتوجهات المستمرة للقيادة العامة للقوات المسلحة والتي كان لها أكبر الأثر في تحويل التطوير والتحديث إلى واقع ملموس امتد إلى جميع الجوانب الإدارية للقوات المسلحة تضمنت المرحلة الرئيسية عرض ملقص الفكرة الاستراتيجية التعبوية وعرض التقارير من مختلف التخصصات والتي أظهرت مدى الكفاءة والتميز في تنفيذ المهام التي توكل إلى المنظومة الإدارية المتكاملة للقوات المسلحة كما أظهرت مدى الجاهزية والاستعداد العالي لكافة هيئات القيادة المشاركة بالمشروع وناقش القائد العام للقوات المسلحة عددا من القادة المشاركين بالمشروع في أسلوب إداراتهم للمواقف الطارئة وأشهد بالقرارات المتخذة من القادة وقدراتهم على العمل في نسيج متكامل مشيرا إلى أن التأمين الإداري يعتبر أحد الركائز الرئيسية لنجاح القوات المسلحة ودعم كفاءتها القتالية ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى رجال هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة والإدارات التخصصية مؤكدا أن القوات المسلحة قادرة على حماية الوطن وصون مقدساته بما تملكهم منظومة متطورة في كافة التخصصات وفرض المقاتل المحترف قادر على تنفيذ كافة المهام تحت مختلف الظروف وكان الفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد مراحل المشروع التي تضمنت عرض التقارير والقرارات لكافة الإدارات التخصصية المشاركة في المشروع أثناء مراحل العمليات ونقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من القادة والضباط بالمشروع في تنفيذ مهامهم وقام بفرض عدد من المواقف الطارئة لتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثناء إدارة العمليات مؤكدا على أهمية المحافظة على التأمين الفني والإداري للمركبات والمعدات والأسلحة في الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية أثناء مراحل العمليات ترجمة نانسي قنقر